بداية حديثنا تكون عن أزمة وباء الكورونا اللي هو يعني ما ممكن تجاهله أبداً هذا السنة هو اللي خل السنة هيئة استثنائية ونحن لما ذكرنا وبلشنا الكلام عن موضوع الوباء الكورونا وانتشاره بالصين ربطنا ما بين انتشاره وما بين الاستبداد إنه لو كان في شفافية أكتر بالتعامل مع الموضوع ما كان صار هذا الوباء جائحة عالمية وقلنا أن الديمقراطيات أقدر وعلى التعامل مع هذا الموضوع أشهر مرت شفنا الاستبداد بالصين نجح بينما الديمقراطيات عم تعاني مشاكل كبيرة مع الموضوع هل كنا غلطانين فعلا؟ أنا برأيي إنه الاستبداد هو الوباء الأساسي اللي أدى إلى تفشي الكورونا ما زال هذا الوباء موجود الصين مجال الدولة الاستبدادية بينما الديمقراطيات هي بحالة دائم دائماً في مشاكل منحكي عنا بشكل كتير صريح وهذا الشيء أحياناً بيخلينا عنا إشكالية بطريقة الموازنة ما بين الحريات المختلفة وهذا الشيء اللي بيخلي الأمور أصعب أنه يكون فيها فيطرة بالحقيقة للحكومات الناس اللي بتلوم الديمقراطية متخيلة أن الديمقراطية ده دعاتها بيدعو أن هي النظام بيصل إلى نتائج مثالية في الحقيقة هو محدش بيقول كده لكنها النظام المثالي للوصول إلى النتيجة الممكنة لكن دور الصين في الكورونا مش بس متعلق بالنظام الداخلي فيها دور الصين بيطرح أسئلة على العالم كله في 2021 هنتعامل معها إزاي؟ هل هيتم محاسبة حقيقية للصين على دورها وإخفاءها للمعلومات؟ هل هنشهد تغيير في وسائل الصناعة من خلال عدم الاعتماد على الصين كمصدر للعمالة في كل حاجة؟ أعتقد أن هذه أسئلة هنفضل نتعامل معها وكيفية التعامل مع الصين بشكل عام هو سؤالها يفضل يشغل العالم مش بس في 2021 بل في عقود قادمة من هذا الزمن